قالت الخارجية الأمريكية الأربعة إن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر كاتلين نافيتس ستسافر إلى نيامي في إشارة إلى استمرار انخراط واشنطن في مساعي بحث الوضع هناك وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تصل السفيرة في النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع مضيفا بأنه لا توجد خطط لتقديمها أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب موضحا أن ذلك ليس ضروريا بالنسبة للعمل في السفارة المسؤول الأمريكي أكد أن السفيرة الجديدة ستذهب إلى النيجر لقيادة البعثة والتنسيق جهود الحكومة الأمريكية في هذا الوقت الحرج